طب احنا في مصر متعامل ازاي مع الملف ده ازاي ما حكوا عارفين كلكم يعني بمنتهى التقدير لانه دي مصر وعمر مصر ما تسيء لحد عمرها ما أساءت ولا تسيء لأحد على الإطلاق على الإطلاق تتحمل كتير قوي في أصعب الظروف وكل دولة النهاردة بتفكر وبتشتغل لصالح شعبها وده مش عيب ده مش عيب أبدا ولا يعيب أبدا أي رئيس أو أي مسؤول أو أي حاكم يبص على مصالح بلده أولا ده أمر يقدر ويحترم أنا بتكلم هنا على الكل الكل مش بتكلم على بلدي بس بتكلم على الكل تقعد مع بعض الناس يقولك والله هذه الأوطان النهاردة محتاجة لكل دولار هاي بلدي كذا محتاجة لي أي دخل بجنة محتاجة عظيم محتاجين عشان نوفر لي نصرف على التعليم ونصرف على الصحة نحن محتاجين نحن نتكلم على استراتيجية الدولة عاملها طب هعمل إيه في ظل واجتماعات مستمرة بيعملها الرئيس الوزراء يومياً والرئيس هفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية والأيام القادمة اجتماعات مستمرة عشان انت عايز تنطلق ازاي هنطلق ازاي هنطلق زين بقول كده رقم واحد كده كل واحد موجود يبقى عندك له وضع قانوني مهم بعض الناس يقولك يعني هم الناس التسع مليون دول مؤثرين على أزم الاقتصادية انت اللي تحسبها حضرتك قلت لحقك رقم مبارح بقولك فرنسا حسبت الحزبة فرنسا وسويسرا حسبت الحزبة بلغاريا حسبت الحزبة ألمانيا حسبت الحزبة كل دولة حسبت الحزبة اللي هي الدول الغنية انه اللي جولهم دول بيكلفوهم كامل هو ده المفترض احنا كشعب بنتكلم وبنتكلم مع بعض وبنخاطب بلدنا وبندفع عن بلدنا وندفع عن أرضنا وندفع عن حدودنا وعن سرواتنا وزينا بقول كده انه في الجهات المنحة شركات التنمية عليهم دور جهات المنحة تنمية شركات التنمية عليهم دور ما انت حضرت ما يبقاش اننا احنا كدولة النهاردة دولة مصرية عندنا مليون ملف ومليون شغل حاجة شغالة شغالين فيها ده انت مش عايز لو انت بتتكلم النهاردة على بتقعد ترفع في أسعار الفايدة اللي هي قدت إلى كل المشاكل اللي موجودة فيها الدول بما فيها احنا ما هو كان عنده الفايدة صفر كانت عنده صفر وخمسة وعشرين حاجة كده يعني محدودة للغاية يعني ورفع وصل إلى خمسة ونص الشهرين اللي فاتوا خمسة ونص فايدة فدرال الامريكي طب لما يعمل كده الفدرال الامريكي حد ما جوده مصر سسمار اموال اللي بنقول عليها اموال الساخنة وغيره مش تخرج من عندك زي ما خرجت عشرين مليار دولار خرجوا من عندك فجأة طب هو ده اللي عملته امريكا عمل ايه اثر عليك واثر على غيرك طب مو متوقعين يعملوا كده اللي جاي طب يبقى انت ساعت الدول ولا اثرت عليها وتعبتها وتعبوها وتعبوا الناس وتعبوا الدول فيخلي حتى للسسمار النهاردة فايدة في البلوك الامريكية وارفق اسعار فايدة وبالتالي هيد الدول اللي هي النهاردة بتكلم على عايز سسمار خارجي عايز سسمار كذا لا ضغط عليك من كل اتجاه بيضع ضالف كل حاجة وانا النهاردة بتكلم بهذه الطريقة انه عندنا هاد دول كلها لانه علاقات بكل الدول هو عيب ان احنا نتكلم مع شراكائنا لا طبعا عيب ان احنا يعرفوا كل لا طبعا ولازم يتحركوا في هذا الملف كل الدول دية تتحرك في هذا الملف ما بقى لك النهاردة ما بقى لك النهاردة وانت بتعمل كده ويجي حد يقولك في وقت من الوقات يعني طب ما كمان ممكن كذا لا ومش ممكن كذا لا مش ممكن كذا ده موضوع اخر موضوع اشقان فلسطين حاجة تانية في غزة حاجة تانية لانه في وقت الموقات قالوا قالوا كده طب ما عندكم تسع منهم طب ما هو ايه؟ لا الموضوع هنا مختلف هنا احنا عايزين دولة فلسطينية فلازم بدل ما يبقوا 2 مليون يبقوا 10 مليون يقيموا على ارضهم في فلسطين الضفة وغزة مش عايزة يجيب منهم ولا واحد يخرج برة انا عايزة زود العدد 2 و 3 من 10 يبقى 2 ونص يبقى 3 مليون يوصل 10 مليون يوصل 20 مليون ما يفضلوا 20 مليون على ارضهم لكن دول أخرى ده موضوع تاني منفصل تماما عن المحاولات على فكرة المحاولات مستمرة وانا بقول لها حالكم مستمرة لكن احنا وقفين موقف واضح جدا وزير خارجية سامح شكر النهاردة كان وزير خارجية ألمانيا موجودة النهاردة والمؤتمر الصحفي قال كده اللي بتعمل معناه كده استمرار اللي بيعمله جيش الاحتلال معناه كده استمرار في محاولات التحجير فالمطلوب النهاردة كل واحد يكون وضعه تدقيق وضعه يكون عنده هوية بطاقة دخلية بتعمل هذه الإجراءات أو يكون عنده كارت أي شيء يكون عنده وضع قانوني نقطة ده اللي احنا ايه دوري بتشغل عليه وكل مواطن يبقى بيتطمن على بلدك خلي بالك ما انتو عارفين مصر يا جماعة تبقى ألانين ازاي يعني زي تبقى ألانين اه تبقى يعني تتكلم وتقول وطبعا بس ما تبقاش بلدك بلد مصر يعني فمصر اللي حضرتك بتدفع عنها استمر زي ما قلت راحاكم بارح وافضل كلهم وقل لحضرتكم كده دفعوا واستمروا في الدفاع عن بلدكم ولازم اشكركوا طبعا جدا